اشتركوا في القناة ثم كشف عن الرجل غطاؤه فخرج تائبا وكان كلما خطى خطوة صلى وسجد فآواه الليل إلى دكان عليه 12 مسكينة فأدركه العياء فرمى بنفسه بين رجلين منهم وكان ثم راهب يبعث إليهم كل ليلة أرغفة فيعطى كل إنسان رغيفة فجاء الصاحب الرغيف فأعطى كل إنسان رغيفة ومر على ذلك الرجل الذي خرج تائبا فظن أنه مسكين فأعطاه رغيفة فقال له المطروك ما لك لم تعطني رغيفي فقال تراني أمسكت عنك سل هل أعطيت أحدا منكم رغيفين قالوا لا فقال والله لا أعطيك الليلة شيئا فعمد التائب إلى الرغيفة الذي دفعه إليه فدفعه إلى الرجل الذي ترك فأصبح التائب ميتا قال فوزنت السبعون بالسبع ليالي فرجحت الليالي فوزن الرغيف بالسبع ليالي فرجح الرغيف فقال أبو موسى يا بني أذكروا صاحب الرغيف ترجمة نانسي قنقر